حافظوا وقارئوا للقرآن قبل سن التكليف حيث حرص والده على تعليم أبنائه التلاوة بعدما أتم الحفظة من مصر القارئ إبراهيم شكري قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضررك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضرر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل صدق الله العظيم عقد الجمال عقد الجمال يقترب من الكمال نعم عشنا هذه اللحظات من الجمال في صوت المتسابق من مصر الشيخ إبراهيم شكري عبد العظيم حياكم الله شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الخطيب وإمام مسجد في مصر شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ باسم تفضل أحسنتم شيخ بارك الله بكم مصر الولادة للقراء والحفاظ وأنتم على هذا الطريق إن شاء الله دعوتكم جيدة ولكن ابتدأتم بقلق قدر من القلق في بدايتكم لذلك توقفتم في مواقع وموارد لا ينبغي الوقوف فيها في ابتداء قراءتكم وقفتم على كلمة ومفردة ديني من قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وقفتم هنا وهذا عندكم إن الشرطية فلا يجوز الفصل فهذا الوقف غير جيد إن شاء الله في المرات المقبلة تراجعون مثل هذه الوقوفات وحتى تكتمل تلاوتكم وأنتم أهل التلاوة بارك الله بكم وشكرا لكم شيخ عمر تفضل ما شاء الله إبراهيم أحسنت وأجدت وأمتعت كذلك وحاولت أن تؤدي القرآن وأن تعطي الحروف حقها فكنت رائعا وحضورك حتى حضورك في القراءة أعطى جمالا وبهاء لتلاوتك غير أن بعض الملاحظات فقط يعني لا تخلو وهذه إن شاء الله تزيدك حسنا وإتقانا فيما هو آت من قراءتك للقرآن الكريم كبعض السكتات عندما تقف في نهاية الكلمة شبه السكتة وتسكت وتنتقل التي بعدها ونعلم أن السكتات هناك ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنتبه الضاد لك شبيه بالطاه ضل يضل كما نعلم كيف تخرج الضاد وكذلك إنتبه إلى تمطيط المدود الطبيعية عند الوقف فإذا لم تكن هناك عروض للسكون ووجود حرف مد قبل العارض للسكون إذا كان هناك مثلا كما قلت عباده تجوزت الحركتين فنصر الله لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عندما تتأهل الأدوار المقبلة بإذن الله تعالى ستحسن ومن آدائك وتتقن تلاوتك بإذن الله تعالى أستاذ عماد تفضلوا لكم الكيف هياكم الله أستاذ إبراهيم ذكرتنا ماضيا بارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله طراء مصر صوت قوي ومحترف إن شاء الله إلا أني عندي شوية ملاحظات حول الانتقال ما بين المقامات إن شاء الله نتجاوزها بالمراحل القادمة إن شاء الله إن شاء الله الشيخ محمد فهمي عصفور الله يسلمك حبيبي هياك الله حبيبي إبراهيم ورفع الله رأسك وبيض الله وجهك هنيئا مريئا ولذاك عليهم ملابس أنوار من التاج والحلام أخويا الكريم القراءة جميلة وموفقة وأداء طيب ومميز وملاحظات الآن لتنتبه للمرحلة القادمة إن شاء الله وأنا أقول لك الملخص سريعا والملاحظات البارزة أولا حروف الصفير انتبه عليها لابد وأن يصفوا الحرف الصفير يعني صفاء الحرف ولا يتأتى صفاء الحرف إلا بيجعل طرف اللسان خلف الثناية السفلة فانتبه على حروف الصفير الصاد والسين والزاي المورد الآخر عندنا الغنن غنن الإخفاء وغنن الإضغام المعروف أن غنن الإخفاء أو حكم الإخفاء بشكل عام ثلاثة أربعة من الفم وربع من الخيشوم يعني مثلا أنفسكم الغالبية العظمى من الفم أنفسكم أنت طلع الغالبية العظمى من الخيشوم أنفسكم فغنن الإخفاء انتبه عليها جميعا الحكم الإخفاء بالكامل ثلاثة أربعة من الفم وربع من الخيشوم غنن الإضغام خمسين بالمئة خمسين بالمئة نصف بنصف كمان الغالب عندك الخيشوم تنتبه على هون ملاحظتين لأنه إن شاء الله يفرقوا معك كثير في المراحل الجاية وأسأل الله لك التوفيق والثبات إن شاء الله الله يبارك سيد حسنيين شكرا جزيلا لكم شيخ إبراهيم أنا معجب بأدائك يعني بشكل كبير جدا سواء كان اللي أديته هنا أو اللي أديته بالحفلات في مصر ومثل ما يعرف شيخ إبراهيم أنه المدارس الأدائية مختلفة مدرسة التلوين معروف عنها شيخها ومثال من مشايخ الشيخ حصان مدرسة التنغيم الشيخ شحات محمد أنور مدرسة التعبير الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الله يرحمهم جميعا نحن نتمنى في الوقت الحاضر أن يؤدي القارئ الأداء المصري الراكز الذي يجمع بينهم كلهم هو الشيخ مصطفى إسماعيل فيه التعبير وفيه التنغيم وفيه التلوين كل هذا موجود الأداء اللي أدى شيخ إبراهيم كان رائع جدا الرست بعد هو الرستكم نعم والسيقاه كان جميل جدا وحتى يعني ما بعد السيقاه كانت عند انتقاله إلى البيات وبعد ذلك هذا التلوين وقبل ذلك كان عندنا هاوند لكن بين النهاوند وبين السيقاه كانت عند انتقاله إلى الصباحية بالأصل صعبة ولكن جابها بإتقان بكل تفصيلاته نعم جميل جدا وكأنه يعني هو صوته ملاصق لهذه المقامات اللي قراها الرست والصباح كان الأروع والنهاوند جميل لكن بس هذه الجملة الصباح اللي قراها هي تميل قد تميل إلى مدرسة الشيخ حصان لكن ما دامها غير مكتملة فبالتالي هذه ممكن تكون بالملاحظات القادمة لو تأهلتم إن شاء الله تعالى هذه لو حذفت حسب التعبير ننتقل إلى مقام ونؤديه بالكامل إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا سيد كريم موسى تفضله شيخ أنا إبراهيم شكرا على هذه التلاوة ما شاء الله سيدنا الحسنين قال كل شيء صوت متمكن حنجرة قوية تنقل صحيح بين المقامات إلا وهذه الإشارة الصحيحة استفادتك للصباء وصلتنا على تكملة بعض المقامات يعني أنت كملت بعض المقامات ورجعت للبيات نهائيا وصدقت فهذه ما شاء الله عليك الله إن شاء الله يكرم عليك بنور القرآن يا رب الله ببارك فيك شكرا جزيلا لكم نعم في زيارته الأولى شعر بهذه الروحانية خصوصا في زيارته لسيد الشهداء صلى الله وسلامه عليه وهو أيضا يقول لقد عشت هذه الروحانية في هذه المسابقة وعيشنا هذه الروحانية وهذا الخشوع في تلاوته الشيخ إبراهيم شكري شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم تفضل